لأنه الحقيقة فوز مهم لكنه فوز مقلق شوية ده رأيي كابتن ميدو نشوفه فوز مهم جدا للأهلي ولكن فوز مقلق ومباراة مقلقة جدا لجمهور الأهلي الدفنس بتاع الأهلي ده بالشكل ده ونص الملعب بالشكل ده في المواقف الدفاعية مش فرقة تلعب على طوط أفريقيا بكل صراحة وأنا بقول أن الأهلي لازم في المتشاط المصيرية كلها يلعب 4-3-3 لازم يلعب 4-3-3 بالتشكيلة اللي موجودة معادي فالأهلي لازم لو أراد أنه هو ينافس على طوط أفريقيا بطالة الدور السنة دي وعايز فعلا أنه يفوز بطوط أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي لازم يصلح المشاكل الموجودة في الدفنس بتاعه الدفنس ده تاني قدام فرقة أشرص لعبتها هجوميا أشرص تعمل لك مشكلة كبيرة وأنا بقول كده والأهلي كسبان في مشكلة يا جماعة في وسط الملعب الأهلي لما بيلعبوش تلاتة في مشكلة كبيرة جدا واضحة لأي حد الناس السولية والديانج بيطلعوا يقابلوا فوق بيطلعوا يقابلوا وضهرهم متعري والدفنس بتاع الأهلي أي حد هيلعب أياً كان من الاتنين اللي هيلعبوا أو التلاتة اللي هيلعبوا ويبقى عندهم مشاكل في الحتة دي طالما نص الملعب بالشكل ده دفعياً عارف إن فيه غيابات وعارف إن الدفنس فيه غيابات لكن المشكلة أصلاها مش الدفنس صدقوني المشكلة أصلاها نص الملعب وضهر علي معلول يعني بتتطفق الرؤية هنا أنا والله ما كنت سمعت كلامه ما أنا شايفها مشكلة دفنس في المقام الأول بقدر ما هي مشكلة الفريق الكمباكت وبعدين ميدو يقول لكابتل ميدو يقول لك أربعة لتلاتة تلاتة وما يجي الراجل يلعب أربعة لتلاتة تلاتة هنقول له طريقة دي لا تستخدم وما تنسبش وتناسب والكلام ده العيوب عمره ما ستبقى في الطرق يا جماعة أو في التشكيل ولكن في الالتزام وفي التطبيق الفرقة لمندمجة مع بعضها هنشعر بقوة المدافعين دول لو كل واحد بيعتمل على اللي جنبه شوية هنشوف الخلل والفراغات لو الأهل بيضغط عشان يخنق الفرع زي ما كان بيعمل بس دي بقى اللي عايزة ليقع عالية جدا وعايزة فرقة مرتاحة شوية نعوضها ازاي نحن نبقى متلحمين في الخطوط بتاعد طيب اللي كان عنده أخطاء كان عنده أخطاء قدت إلى تأزم الموقف حتى السواني لأخيرة نعم لكن كان فيه حقوق الحكم الأنجولي ده أهدرها ده اللي هنشوفه بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر